التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينيتش منجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إدكس 2023 وذلك في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية وخلال افتتاح المعرض شهد الرئيس السيسي تتشين الفرقاطة المصرية الجبار كما تسلم الرئيس السيسي من قائد القوات البحرية الفريق أشرف إبراهيم عطوى درع الفرقاطة المصرية الجديدة الجبار تراز ميكو اي مائتين التي تم تصنيعها في ترسانة الإسكندرية بأيد مصرية بالنسبة مئة بالمئة توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الأمريكية واشنطن وذلك في زيارة يلتقي خلالها مع عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ بما في ذلك رؤساء وأعضاء الليجان المعنية بالسياسة الخارجية الأمريكية في الكونغرس الأمريكي وذلك بهدف دفع وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وأوضحت وزارة الخارجية أن زيارة شكري ستشمل عقد لقاءات مع عدد من مراكز الفكر والأبحاث الأمريكية بالإضافة إلى المشاركة في لقاءات إعلامية مشيرة إلى أن الزيارة سيعقبها انضمام وزير الخارجية للوفد الوزاري العربي الإسلامي المقرر أن يزور واشنطن الخميس القادم حيث سيعقد الوفد لقاءات مع وزير الخارجية الأمريكي وعدد من أعضاء الكونغرس وأسائل الإعلام الأمريكية سعيا لوقف الحرب الدائرة في قطاع غزة أفادت وزارة الخارجية أن مكتب التمثيل المصري لدى السلطة الفلسطينية في رامالله والقطاع الكنسولي بوزارة الخارجية يتلقيان الأسماء والوثائق الخاصة بالمواطنين الراغمين في العودة إلى أرض الوطن وذلك ردا على استفسار من عدد من المحريرين الدبلوماسيين حول الإجراءات المتبعة لعودة المصريين من قطاع غزة إلى مصر وأضافت الخارجية في بيان أنه يتم إعداد كشوف تفصيلية بأسماء ووثائق المواطنين لموافاة السلطات المصرية المعنية بها تمهيدا لتسليمها للقائمين على معبر رفح الحدودي من الجانبين المصري والفلسطيني لتسهيل عملية عبورهم من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية ونفى المتحدث باسم الخارجية كل ما يتردد إعلاميا خلاف ذلك داعيا إلى توخي الحذر والدقة الشديدة عند تداول أي معلومات غير صحيحة منسوبة لأي جهة أو أفراد لا يتمتعون بصفة رسمية أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد شخص في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم وأضفت الوكالة أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت خلال اقتحامها للعديد من المنازل وبهذا ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية إلى 260 شهيدا منذ السابع من أكتوبر الماضي وفي وقت سابق اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين بالضفة الغربية وأطراف مخيمها باستخدام أكثر من 50 مركبة عسكرية ترافقها أربع جرافات واستإطلاق النار ما أدى إلى اندلاع مواجهات وتزامن الاقتحام مع تحليق طائرة استطلاع في أجواء المدينة فيما انتشر قناصة الاحتلال على أسطح عدد من المنازل والبنايات قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفن إن الولايات المتحدة تتوقع من إسرائيل أن تتجنب مهاجمة المناطق التي حددتها السلطات الإسرائيلية على أنها مناطق محظور قصفها في غزة وأضاف سوليفن أن واشنطن تجري محادثات يومية مع إسرائيل حول حماية المدنيين في غزة وشيرا إلى أن عددا كبيرا من المدنيين الأبرياء لقوا حتفهم في الصراع في غزة أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها اضطرت لنقل إمدادات من مستودع طبي تابع لها في جنوب قطاع غزة خلال 24 ساعة بعد تحذير من الجيش الإسرائيلي من أن العمليات البرية ستمنع الوصول إليه أدعى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدرس أدهنوم إسرائيل إلى صحب الأمر واتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية بما في ذلك المستشفيات والمرافق الإنسانية ومن جانبه نفى الجيش الإسرائيلي مطالبة منظمة الصحة العالمية بإخلاء مستودعات وقال إنه أوضح ذلك لممثل الأمم المتحدة دعا مجلس الحكماء المجموعة التي أسسها نيلسون منديلا الحكومات التي تقدم دعما عسكريا لإسرائيل في حربها بقطاع غزة إلى إعادة النظر في مقاربتها وأوضح مجلس الحكماء أن الأفعال الإسرائيلية بلغت مستوى لا يطاق من اللا إنسانية تجاه الفلسطينيين مضيفا أن الحل ليس بمزيد من القتل وأن المفاوضات هي السبيل لوضع حد لهذا النزاع شاركت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي برئاسة المستشار محمود فوزي في المؤتمر الجماهيري لحزب حماة الوطن بمحافظة الفيوم ووجه المستشار محمود فوزي الشكر لحزب حماة الوطن على هذا المؤتمر الحاشد لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي معبرا عن سعادته بالجمع الحاشد لأهل الفيوم مشيرا إلى أن القيادة السياسية اهتمت بتطوير البنية التحتية وخصوصا في المحافظات والقرى وكان لمحافظة الفيوم نصيبا فيها مثل مشروعات تطوير بحيرة قارون وتوفير خدمات الصرف الصحي لثمانية وثمانين قرية على بحيرة قارون بالإضافة إلى مشروع حياة كريمة الذي استهدف ثلاثين بالمئة من سكان المحافظة بالإضافة إلى مشروعات تبطين التراع ورياضيا أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية أنها تلقت خطابا رسميا من اتحاد اللجاني الأولمبية الوطنية الأفريقية أنوكا بمنح مصر حق استضافة دورة الألعاب الأفريقية أنوكا وأكدت أنوكا منح مصر حق استضافة دورة الألعاب الأفريقية لعام 2027 التي دعمتها اللجنة الأولمبية الدولية باعتبارها البطولة الأفريقية المعتمدة المؤهلة لأولمبيات لوسانجلس 2028 معربة عن تطلعها إلى صياغة الاتفاقية التعاقدية لدورة الألعاب وجميع النواحي الإجرائية انتهى مجاز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل